بشأن القوازات الصادرة من السلطات الحوثية كان ضحيتها الأولى هم المدنيين الذين يحتاجون إلى السفر بعد أن دمرت مقومات الوجود المعيشي والوجود الصحي لليمنيين وبالتالي هذه الإجراءات إذا يسرت فهي المستفيد منها هم الذين يحتاجونها من أبناء اليمن بالضرورة وبالتالي فهي خطوة متقدمة وانجات متأخرة لكن المسألة ليست هنا هي تحمل أيضا مؤشرات على أن جميع أطراف الحرب الآن بحاجة إلى تجديد الهدنة وتمديدها بعد مضي أكثر من شهر على بدئها وبالتالي فهي مؤشرات إيجابية من ناحية ومثيرة للقلق من ناحية أخرى باعتبار أنها تتحرك في خطوات تثبيت وضع قائم وليس تشوية أزمات متتالية وتحولت إلى مأساة إنسانية إسانية إسانية إعتبار لتكا Vàعتبار لتتحرك في كل موقع لتoue ناحية إعا